عقد رئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعي لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير المواني البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طلع على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا فضلا عن مساهمته في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجارية عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير المواني البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والفريق كامل الوزير وزير النقل والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري الذي يمثل شريان حياة في غرب مصر من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا فضلا عن مساهمته في تعزيز تدفق الببائع وزيادة معدلات التبادل التجاري إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين كما تناول الاجتماع موقف تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير خاصة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض التي تجتمل على ساحة تدول بمساحة نصف مليون متر مربع وقدر على تدول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت وهو ما يمثل إضافة قيمة إلى قدرات الدولة المصرية في هذا المجال كما عقد السيد الرئيس أيضا اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية والعميد بحري عاد البحيري رئيس الشعبة الهندسية للقوات البحرية حيث تابع سيادته مستجدات إنشاء ميناء جرقوب البحرية الذي يقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي والمقاومات الاقتصادية والبيئية لمنطقة جرقوب وذلك من خلال إقامة ميناء حاويات تجاري ومنطقة صناعية إضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية لتعظيم العوائد من خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وإفريقيا وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد الأهمية الكبيرة لهذه الجهود في تطوير الاقتصاد المصري ودفعه إلى مصف الدول المتقدمة تجاريا وتصنيعيا بالإضافة إلى تنمية المناطق المجاورة للموانئ في الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية لسيما في ضوء ما تتميز به المصر حاليا من شبكة طرق ومحاور عالمية المستوى ووسائل نقل حديثة ومتعددة سواء ما تم تنفيذه أو جاري العمل به بما يساهم في إعادة صياغة مفردات الواقع المصري نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة